بنتكلم على الحملة القومية لإعتلال الكلة مفضلك وضح للسادة المشاهدين ما هي هذه الحملة وما أغرضها بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الحملة القومية للكشف المبكر عن مرضى الكلة والإعتلال الكلوي الحملة لتحت رعاية القاسة الجمهورية والقاسة الوزراء هي بتهدف أن أنا أبدأ أعمل كشف للمرضى اللي عندهم الأسباب المؤدية لقصور الكلوي وأبدأ أدور فيهم مين اللي ممكن يكون عنده مشكلة تؤدي إلى اعتلال الكلة أو مين اللي يكون عنده أعراض لسه ما ظهرتش عليه بس فيه حاجات في التحاليل أو في الأشعاعات قد تفيد أنه فيه خطورة أنه يتعرض بعد كده لمشكلة في الكلة فنلحق أنه احنا نكتشفها بدري ونعالجه بدري وبالتالي ما يتعرضش لمشاكل الكلة المتأخرة ويضطر يوصل للغسيل الكلوي والفشل الكلوي لا قدر الله نعم فالحملة القومية بصراحة دي حاجة يعني إنجاز كبير جدا من إنجاز وغير الصحة والحكومة في العصر اللي احنا فيه بأننا ببدأ أعمل بحث عن جميع المرضى اللي عندهم ضغط المرضى اللي عندهم سكر المرضى اللي كانوا بياخدهم مسكنات لكل أسباب الفشل الكلوي والسن الكبير وفي بعض الأطفال إن إحنا بنعمل عنهم بحث ومشوفهم بيجي يشوفوا بيعمل بعض التحاليل بحيث اللي عنده خطورة أو اللي شايفين في التحاليل بتاعته أو الأشعار بتاعته أي مدلولات تدل إنه هو قد يتعرض ملحقا بعد كده في فترة يعني في فترة بعد كده للمشكلة في الكلة بيبدأ يتابع مع قسم الكلة حسب كل منطقة هو فيها نعم بيتم توجيهه لقسم الكلة في المستشفى أو المنطقة اللي هو تابع ليها بحيث يتابع مع الفريق الطبي المسؤول عن أمراض الكلة بحيث أنه يتجنب بإذن الله أنه محصلش إلى قدر الله أي إصابة في الكلة طيب الألية بتاعت هذه الحملة يعني تقدر تديني فكرة هتم إزاي يعني بسادة المشاهدين يعني مثلا حد الشاكك أنه هو ممكن يكون عنده أعراض أو يكون عنده بداية أو عايز يتطمن على نفسه لو مواطن عادي عايز يتطمن على نفسه يعمل إيه بيتوجه لأي المستشفى كيفية الانضمام لهذه الحملة يعني بيتوجه لأي مستشفى قريبة ليه هناك في المنطقة هناك عندنا ويبدأ بيعمل إجراءات بيقابل الطبيب المختص هناك في الحملة بيبدأ ياخد منه تاريخ مرضي هل هو مثلا عنده إصابة الحملة دي موجودة في جميع المستشفى الحكومية قول المستشفى الحكومية نفسها حتى لو من غير وجود الحملة نفسها هو لو دخل أي قسم هناك في المستشفى الحكومية وتم عايز أنه عايز يعمل كشف مبكر تقريبا الحكومة عاملة الوقت أن فيه عيادة للكشف المبكر في جميع المستشفى وزارة الصح وفي الجامعات كلها فلو توجه أي شخص أي مواطن لأي مستشفى المستشفى الحكومية أو الجامعات في مصر وقال أنا عايز أعمل كشف مبكر أتأكد لقدر الله أن أنا عندي مثلا حاجة في الكلة أو خافي يكون عندي اعتلال في الكلة هيقوم للطبيب المختص بفحص التاريخ المرضي بتاعه هل مثلا عنده لقدر الله فيه ضغط هل فيه سكر هل عمل عمليات هل فيه حصوات هل عنده فيه حد في العيلة قد تعرض قبل كده الإصابة في الفشل الكلوي أو القصور الكلوي قبل كده وبيبدأ يعمله بعض التحاليل والإجراءات الفحوصية الطبية اللي بتأكد منها هل فيه حاجة فعلا موجودة ولا فيش حاجة عنده فحيات لقدر الله يتوجه يعني يكتشف أنه عنده نسبة خطورة أنه قد يتعرض لأي حاجة من المشاكل دي بيبدأ يتابع مع القسم الكلا في المستشفى اللي هو تابع فيها بانتظام ويتابع بالتحاليل والإعلاجات بحيث أنه إن شاء الله ما يوصلش لأي حاجة تانية بعد كده بيقولوله لو عنده أو ما عنده يقوله ويوجهه تماما فنرجو من أسادة المشاهدين أن هم يعني يتوجهوا للمستشفيات الحكومية وفيه مبادرة اعتلال الكلة في جميع المستشفيات المصرية ونقوم بإجراء هذا الفحص